بيسأل هنا بيقول هو ربنا ممكن يحسبنا على حديث النفس أصلا عندي وساوس قهرية وحاجات بتخليني أكفر ووساوس شرك بالله حديث النفس لا يؤخذ عليه والوساوس التي تأتيك وأنت متأذي منها تأذيك منها دليل علامة إيمانك لأن الكافر ما يتأذاش من هذه الوساوس فكونك متأذي من هذه الوساوس ده صريح الإيمان وربنا سبحانه وتعالى ليأخذنا من حديث النفس فأبشر وبعدين حاول تعالج نفسك لأن في بعض الوساوس القارية دي لها علاج فإعرض نفسك على طبيب نفسي وما تستسلمش لهذه الوساوس وربنا أرحم بينا مننا بيسأل هنا بيقول كيف أسعد بصلاة وذكر الله وتثبت عندي دائما سعادة أكتر كما كانت قرة عين رسول الله تسأل ربنا اللهم جعل صلاتي لك قرة عين لي كما كانت قرة عين لرسول الله وراسة النبوية وخلافة محا ادعي كتير كده وربنا يستجيل يجعل الصلاة قرة عين تستريح بها ولا تستريح منها كان النبي يقول أرحم بها يا بلال فدي وراسة نبوية تصل إليها عارف إمتى لما الدنيا تطلع من قلبك ولما تحب النبي حب شديد وتتعلق بالصالحين يبقى الإنسان اللي الدنيا في قلبه عمره ما يشعر بلزة العبادة ولا بلزة الذكر ولا بحلاوة القرب فلابد أنك أنت تجعل الدنيا في يدك من حلال وتنفقها في طاعة الله وتخرجها من قلبك إزاي يا مولانا بحب النبي وكسرة الصلاة على النبي يأتيك الزهد في الدنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفقينا ويأخذ بأيدينا عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته